موسيقى صباح الخير مشاهدينا من جديد انهيار دولة الانون عم يسمح يوم بعد يوم لبروز الافكار المتخلفة ومظاهر التفلط الامنة فشهدت منطقة الجنون بيوم امس مشهدين الاول السلاح غير الشرعي اللي عرضوا حزب الله بمناورة عسكرية امام اعين الجميع وامام اعين الدولة والتانية وقفات احتجاجية امام مدخل المسبح الشعبي بصيدة فبوقت كل الدول حول العالم عم تسعى الى التقدم والتطور برهن بعض الاشخاص المتخلفين والمتعصبين انهم بعضهم علقانين بدوامة التخلف والتراجع الى الوراء هذا على صعيدة المحلة اما على صعيدة الاقليمية والدولة فما زالت الحرب الروسية على اوكرانيا والاحداث العسكرية بالسودان عم تاخد الحيز الاكبر من العنوين الدولية بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو واضافة الى الجولة على ابرز العنوين العريضة اللي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية لليوم الثانية 22 ايار 2023 رح نكون باتصال هاتفة مع الصحافة اعلان ستركيس تعطينا تفاصيل اكتر عن المقال المنشور باسمه بجريدة نداء الوطن كما انه منكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة البداية باليوم في التاريخ مثل هيدا نهار من عام 1990 التحديد كل من جمهورية الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية وتم الاتفاق على تكوين مجلس رئاسي بتولى شؤون الرئاسة وبتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبدالله صالح وبتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم الأبيض نبدأ جولتنا مع صحيفة النهار العنوين الأساسي لليوم التسيب جنوبا استعراض الترسانة وعراضة التعصب السور أول صورة من المناورة اللي عاملها حزب الله والصورة الثانية من الاعتراضات على المسبح الشعبي بصيدة اعتراضا على لبس تياب البحر على هيدا الشاطئ ومجموعة من الأشخاص عم يحاولوا يفردوا رأيون على اللبنانيين اللي بحقلن أصلا استخدام الأماكن العامة بحرية كما ينص عليه الدستور والأنون المناورة العسكرية لحزب الله في عرمتها تشمل أسلحة ثقيلة وتصير ردود فعل منتبع مع خبر السودان أمام اختبار هدنا اليوم بوساطة سعودية أمريكية بخموت روسيا تستولي عليها وأوكرانيا تتقدم لتطويقها نتنياهو يجمع الحكومة الإسرائيلية داخل نفق أسفل المسجد الأقصى من بعد النهار إلى اللواء تنحي سلامة أمام لقاء السراي اليوم طوعا أو عبر القضاء اللبناني بس سيل في باريس للقاء ديرال ومناورة حزب الله تضغط على الميرف الرئاسي كمان صورة لمناورة حزب الله عناصر من حزب الله خلال المناورة أمس في مليتا ونشوف رجمية الصواريخ على الأليات العسكرية التابعة لحزب الله وعناصر حزب الله ملسمين في هذه المناورة لأقل ما فينا نقول أن مناورة تستعرض سلاح غير شرعي في دولة تدعي أنها دولة القانون نتنياهو يعقد اجتماع حكومته تحت الأقصى وبنغفير يقتحم ساحاته سيلينسكي ديبلوماسيا وعسكريا في هيروشيما شارك بمجموعة دول السبع طبعا في محاولة لاستقطاب المزيد من الدعم لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي تواصل المعارك في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة يبدو أن الهدنة في السعودية يتم خرق تدريجيا في الخرطوم من بعد اللواء منوصل إلى صحيفة لوريان لجور الناطقة باللغة الفرنسية طبعا مثل ما عم نشوفها الصورة الأساسية من التحرك النسوي على شاطئ الصيدة اعتراضا على قمع الحريات العنوان الأساسي المتطرفون يواجهون الجمعيات النسائية على شاطئ الصيدة كمان نبي لوريان لجور في خبر عن بستان الزيتون من أفضل زيت الزيتون في العالم واعتقال اللبنانيين في الإمارات ملف غامض رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا من بعد ومنتبع جولتنا على باقي الصحف اللبنانية اشتركوا في القناة منتبع حلقتنا من بريس ريفيو ومنوصل إلى صحيفة نداء الوطن عرمت وصيد أبعد من المركزها لقاء الأسد ومقاتي في القمة صدفة وعلى الواقف لبنان حزب الله سلاح سليماني ورئاسة سليمان الصورة من المناورة لحزب الله باستلاح اللي استعرضهم بارح وبتجي هذه المناورة بعد أيام قليلة أو بعد ساعات فينا نقول على قمة جدة اللي تحدثت عن عدم الموافقة على تشكيل ميليشيات مسلحة خارج الشرعية في الدول العربية التشاور اليوم في حلقة مفرغة الليرة رهينة وسلامة يخاطفها من غفير يقتحم الأقصى ونتنياهو القدس لنا اليونان اليمين الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات إلى الصفحات الداخلية وهؤلاء أحسنة طرواضة فرنجية لاختراق الحصار السياسي ومقال الصحفي ألان ساركيز استاذ ألان صباح الخير استعرضت بمقالك يعني مجموعة من الأحداث والمواقف ولكن بدي ركز على ثلاث شغلات أساسيات بالنسبة إلى الاستدارة العربية هل تعتقد أن العرب خذلوا المسيحيين المعارضين بين هلالين في لبنان من بعد هذه الاستدارة وإعادة احتضان سوريا إلى الحضن العربي نعم يعني العرب خذلوا المسيحيين المعارضين لا ما فينا نقول هالشيء لأن العرب عم يشتغلوا على شيء استراتيجي أكثر يعني اليمن سوريا العراق الملفات الكبرى بالمنطقة هذه المنفصلة عن الشقة الداخل اللبناني بالشقة الداخل اللبناني اللي بيخص المسيحيين المعارضين وقصوها بقصة رقاصة الجمهورية بالعكس يعني السفير البخاري وقتها بيطلع عماراض بروعة بتفية وبروعة لإيادات المسيحية وعب كركة وبقال لهم أنه القصة الرقاصة بيقيتكن وإنتوا اللي بكوا ديها بتقارروا مش مظبوط أنه بيكونوا بيعون أو بيكونوا تخلوا عنهم بالعكس القصة وما فيها أنه القرار يعني اللي بيتفقوا عليها المسيحيين العربي بيمشوا فيه وبالنسبة لبشار الأسد كمان في نقطة لازم نعرفها أنه بشار الأسد 2023 غير بشار الأسد 2005 و2007 و2009 قبل الثورة السورية يعني بشار الأسد صحيح رجع على كم العربية وعن بيشارك كيف غير يعني؟ نعم كيف يعني؟ تفسر ليش أصدق نعم رجع على كم العربية وعن بيشارك بس سوريا معروفة تحت الاحتلال الروسي المباشر وصوريا كمان تحت الاحتلال الإيراني وحتى معروفة أنه راهوا عند الأسد كيف يتحضر قصة إسراجيين وقصة الرئاسة حلو نرجعه عند السيد حسد وهذا دليل أنه سوريا الأسد سوريا البعث سوريا الاحتلال سوريا القوة انتهت صارت دولة أول شغلة تحت الاحتلال الروسي ومن ثم الإيراني وحتى عم تجرب تقدم أوراق اعتمادها لعودتها للحضن العربي طيب من هاك حليني عظيم بالنسبة لسوريا فهمنا شي أصدق عن عودتها إلى جامعة الدول العربية إذا كان هذا الملف يعني ما أنه مباشر موجه ضد المسيحيين المعارضين إذا فينا نقول كون الأمور هلأ علقاني عن مدى صلابة موقفهم بمعرضة وصول إسلامان فرنجية تحدثت بما قالك عن الزعام المسيحية وكيف عدد من الرؤساء قدروا أو ما قدروا يعملوا هذه الزعامة برأيك اليوم الزعام المسيحية هل بعدها مطلوبة من المسيحيين يعني بعدهم المسيحيين عم ينبشوا على الزعيم وكيف يكون الزعيم في هذا العصر يعني زعيم اقتصادي زعيم على دبابة زعيم سياسي كيف شكل هذا الزعيم أول شغلة يعني فكرة الزعامة بكل المنطقة العربية ليس بس عند المسيحيين بعدها مطلوبة والناس تنظر للزعيم إنه هو الحامي وهو المؤثر وهو اللي بيغير مجرى الأمور حلع بالنسبة للزعام المسيحية لأ الانتخابات الأخيرة أفرت الزعامات المسيحية يعني ما نتحق على بعض طلعت في كتلة المسيحية معروفة من هي وشارع المسيحي لمين صوت يعني فيه استحقاق يعني فيه زعيم مسيحي اليوم فيه زعيم أكيدة يعني عندك الدكتور سامير جعجع أكبر كتلة مسيحية عندك طيار الوطن الحر بعده بشوية عندك الكتائب كلف من عقد حجمه يعني لأ الزعامات المسيحية موجودة هلأ مدى التأثير يعني بنعرف نحنا في لبنان كل الطواقص مقزون مش بس المسيحيين يعني مسيحيين مقزونين لدروز عندهم خطر الوجود وخطر التقاكر الديمقرافي عندك استنة أكبر كارثة عند استنة مصيرات عند استنة الشيعة ورغم العنجهية ورغم الفاعد القوة كمان يعني الشيعة مجرد أن يطلع بالطيارة ويسافر لأنه الشيعة صار ملاحق بكل دول العالم طيب استزالان أنا خلص وقتنا بديس لك سؤال سريع التأير الوطني الحر قال أنه في حال تم دعوة لجلسة لمجلس النواب للانتخاب الرئيس رح يحط ورقة بيضاء يعني رح يشارك القوات شرح تعمل عندك معلومات القوات لعله عندها مرشحة هو مشال معوض رح تشارك بالجلسة يعني رح تكون موجودة في حال ما تم اتفاق على قسم معارض القوات اللبنانية والكوى المعارضة اللي بتدور بفلك القوات لح تصوط لها من شاء الله معوض بعد ما في أي قبول بسليمان فرنجية لأنه نعرض الموضوع ونحكي عن مغريات ووعود وإلى آخره وحاكم ما في لبنان للطيارة أو للقوات اللي بيمشي فيهم وقيادة الجيش وبعنوا عاودي بإيد الأمريكان مش بإيدنا بس لأ القوى المسيحية بعدها بأغلبية 95 أو 97% والنواب رافضين لوصول إسليمان فرنجية وهيدا شغلة 95% القوات رافضين لوصول إسليمان فرنجية وال5%؟ وال5% لأمين؟ 5% من النواب اللي مجمعون حزب الله الإسليمان فرنجية يعني 4-5 نواب هوا هنه ما في غيرهم اللي عملوا فيهم كتلته مع النايب ميشيل موسى اللي هو كتلة نبيه برس هوا هنه بس وباية الكوى المسيحية والأحزاب والمسئلين والمعارضين والتغييريين والحزبيين كلهم بوصول إسليمان فرنجية أستاذ علان سركيش شكرا لإلك لهذه التفاصيل والاستضاحات حول ما اللي نشرته بجريدة نداء الوطن رح نتبع إلى الأخبار اتفقنا مع إيران على ترك الملف الرئاسي وشيعة لبنان عرب مثلنا البخاري لم يعد لدينا خصوم هنا صحيفة الشرق أفشل قمة في تاريخ القمم العربية مناورة عسكرية بذخيرة الحية لحزب الله وإسرائيل تحذر الديار مناورة غير مسبوقة لحزب الله الرسائل باتجاه عدة ساحات انهيار جسور التواصل بين معرب ومن شلوح لا يحسم اسم الرئيس المقبل الشرق الأوسط هدوء النسبي في السودان غدا تتوقيع اتفاق جدا مناورة لحزب الله تقرق لبنانيين السبع تقدم دعما طويل الأمد لأوكرانيا واستنكار واسع الاستفزازي اسرائيلي نوصل لاتاني بريك بحلقتنا من بعده رح ننتقل إلى جولة مع الصحف العالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل إلى جولة على الصحف العالمية نوصل إلى صحيفة لموند قانون البرمجة العسكرية مناقشة حذرة في مجلس الأمة من بعده لوفي قالوا بخموت تنهار الأوكران مستعدون للهجوم مرة أخرى The Guardian يستخدم زيلنسكي قمة جي سافن للوصول إلى ما بعد الغرب للحصول على الدعم The Washington Post أوكرانيا تضغط لتطويق بخموت في هدف جديد هو التطويق التكتيكي New York Times أيضاً New York Times تنولت موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا نختم حلقتنا مع الكاريكاتور بصحيفة النهار بصفحة الأخيرة من النهار بريشة أرمى حمصة سيداماتهم في صيدة ويعني في عنا هون على شكل متاريس بإشارة إلى المناورة اللي عملها حزب الله وهون يعني ما يشبه المايو بما يعني أنه هذه المواجهات العسكرية أو حتى الاجتماعية السقفية موجودة في لبنان للأسف الكاريكاتور التاني باللواء طبعاً بآخر صفحة نحية اللواء دويحة السياسة ومناورة حزب الله بين دويحة والمناورة الناس صارت حائرة يعني الصورة بتعبر عن حالة الناس صارت محتارة بين المناورة العسكرية وبين القمة العربية وعلى أساس الأمور رجت إلى نصابة يبدو أنه ليش شيء واضح في هذا البلد لهم نصل لنهية حلقتنا أنا بشكر متابعتكن نلتقى بنشرة الساعة 8 بعد دعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر